موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يجيب عن هذه الأسئلة أستاذ دكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة بمصر ومؤسس ورئيس مؤسسة التألو بين الناس الخيرية بالجيسة بالنسبة لإفطار الطلاب وهم يجرون الإختبارات طبعا لا لأن الطلاب شباب لأنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى فيجب عليهم أن يتحملوا وتأسوا بالصحابة رضي الله عنهم الذين خاضوا معركة بدل وفتح مكة ومسلمين العظام في عين جلوت وفي حطين وما أشبه فلا يجوز للطلاب طالما أنه يتحمل وقادر على إن شاء الله الصيام وبركة الصيام يفتح الله لهم باب النجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة